الملك حمد بن عيسى الخليفة أسمى آيات التهاني والتبركات إلى مقام جلالة الملك المفدى مؤكدا سموه إن إقرار ميثاق العمل الوطني الذي جاء من خلال استفتاء تاريخي مثل حدثا فارقا في ترسيخ الدولة المدنية الحديثة وانطلاقة حضارية لمسيرة الإصلاح والتحديث والتنمية الشاملة والمستدامة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وشكل محطة تاريخية فارقة نحو استشراف المستقبل حيث رسخ مبادئ الإصلاح والتطوير المستمر من خلال قاعدة البناء على ما تحقق من مكتسبات رائدة وقال سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة أن مملكة البحرين في ظل العهد الإصلاحي الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى شاهدت نهضة تنموية شاملة استطاعت أن تحقق الكثير من المنجزات في سائر المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية انطلاقا من العقيدة الإسلامية السمحاء لشعب البحرين الأصيل وزرع قيم الولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي والعطاء للأجيال القادمة ترجمة نانسي قنقر